السلام عليكم يا شباب. نبدأ مع بعض في شابتر تو. هنتكلم النهاردة عن الماجنيتك تورك. الماجنيتك تورك ده لما تسمع ماجنيتك تورك تفتكر على طول اي حاجة بتلف بالكهربا. غسالة مروحة. اي حاجة بتلف بكهربا. هخدنا المرة اللي فاتت الماجنيتك فورس. لان احنا لما هنجيب وير ونمشي في ويبقى صح كده? واخدنا بتاعها بقى واخدنا القنون بتاعها بال او لب وهي متناخد او كوزاين او الانجل ما بين الواير والفيلد. غير كده بناخد كوزاين. طيب النهاردة هناخد ايه بقى? زي ما انت شايف كده هيبقى في يعني سلك بقى مربع او اه سكوير سوري او سكوير كويل. وهنعمل في ماجنيتك فيلد. طب ما الكويل ده اللي هو المربع والمستطيل ده ما هو مكون من وفيه ماجنيتك فيلد معادي. ففيه بعض اللي هتكون نورمل على الفيلد وبالتالي جيتس افكتد بماجنيتك فورس وفيه او سايدز هتكون وبالتالي ما لهاش فورس. نتيجة بقى ده هنلاقي ان هيحصل حاجة اسمها تورك. دوران. زي مسلا لما انت تجيب كده افترض ده عصائز وياركت او 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 احادت الام. وتزق بصبعك كده من هنا تعمل فورس على الالم اف ومن هنا مسلا تعمل فورس اسمها اف تو. بنلاقي ان الواير ده او القلم ده او ده هيبدأ في ده. هيبدأ عكس الساعة. يبقى القلم ده كده. ده انا زقيت من هنا. وفي نفس الوقت زقيت من هنا. حاليا ان القلم بيلف ازاي? بيلف كده. ده اسمه او اسمه طيب ده ايه والكام? علامته او الرمز بتاعه تاو تاو ما اكتبهاش تي كابتل تي كابتل هنقبلها ان شاء الله في وانت كده كده اخدتها في ثانية سنوية. رمزها تاو كده تمام? وتعمل ايه? الكارف ده كده. اسمه تاو. طيب. التاو او التورك دوت ايكول فورس ملتبلاي النورمل دستنس. انا هي فورس بالزبط. اف وان ولا اف تو? والله مش فرقة. لان اللي اتنين كده كده ايكول. يبقى انا ما هيقول دي. دي اف مسلا. ودي اف. واللي اتنين نفس الاف. اللي اتنين نفس الفورس. ده عملت ايكول فورسز. على اوبجيكت. وملهمش نفس. ايه مستر ده? بص ازيدي. دلوقتي لو انا عندي بوكس كده. وانا بزق من هنا. بخمسة نيوتن. وحد بيزق قصادي. برضو بخمسة نيوتن. احنا كده شغالين على نفس الخط. في نفس اللاين. وبالتالي احنا اللي اتنين عكس بعض فبنلغي بعض. انما لو كان كل واحد فينا شغال فلاين لوحده فحارة لوحده او كانك ساعة عربيتك كده. وانت ماشي فلين معينة او فحارة معينة. واحد ماشي كده. وفورس ماشي كده. وفورس تانية. فلين تانية خالص فحارة تانية خالص. وفي مسافة من الاتنين. ساعتها يحصل او الكابل او الدوران ده. يبقى هنا لو بصينا على المسال اللي انا كنت تعيله من شوية. هتلاقي. هتلاقي مسلا ان انت عملت فورس من هنا. اسمها مسلا اف. بتاعها هو الخط ده. كل الكلام ده. طيب والنحية التانية عملنا مسلا اف تانية. يبقى بتاعها. كل ده. الحرب بتاعتها. طريق بتاعها. طريقها. المسافة اللي ما بينهم دي. اسمها تمام? فانا عشان احسب قيمة التورك ده باخد اي فورس فيهم بما انهم وقلنا بقى خلاص بما انهم يكون اللي باخد واحدة بس فيهم. وايه? واعمل لها بتوين دول. طيب لو كان مسلا ده والفورس هنا. والفورس التانية مسلا هنا. فين هتكمل معايا كده ونفس الكلام هنا هي الحتة دي الجزء اللي هو ده هياخد بس ده مش بياخد طول كله لأ بياخد المسافة اللي ما بين اللي بيأبلاي على او على الايه? على التاعي ده. تمام? طيب تعال نتخيل السيناريو كمان بقى ده اللي همني انه خلاص مسلا نحصل له روتايشن مسلا. وانا هنا وهنا برضو فين هتكمل معايا كده. سوري فين هنكمل يبقى هي دي. اوكي? واضح ان تبقى في الاول وهو يعني كده كانت هي دي. صح اللي هي تقريبا طول الواير كل او طول الالم كله لو انت بسلا هتعمل الحركة دي على الالم حط الالم بتاعك كده وابدأ زق من هنا وابدأ زق من هنا هنا هي طول الالم كله. اوكي? مسافة لما بين صباعي وصباعي. ده كده اللي ايه? تاعتي. زي في المثال رقم واحد ده. اللي انا رقمه ده برقم واحد. تمام? بس لما يبدأ يروتيت لما يبدأ يلف دي بتصغر. تمام? وهنشوف ده برضو في فيديو. ده كده تعرفك ايه هو تعرفك ايه هو او ايه هو سوري تمام? طيب نيجي بقى اللي بتاعنا هنا اسمه هنعمل ايه? هنجيب كويل او سكوير كويل ونعمله في مجنيتك فيلد بشكل باراليل. بشكل باراليل. يبقى لازم يكون زي ما تكلمنا بقى قبل كده. لو ده مسلا هيقى بتاعك لازم يبقى اعمل كده. ده صلكمربع مسلا لازم يتحط كده. ده المجنيتك فيلد اهو. ساعة ما جاي كده. لازم يتحط كده. لازم يتحط بالمنظر ده. ما يتحطش كده. اوكي? بتحط بالطريقة دي. وحشارك كمان شوالي. وهزبط لك ليه لازم يكون معمول بالشكل ده. يبقى اول حاجة هنعملها. تلات حاجات. بتاعه باراليل توزا فيلد. لما تيجي بص كده للرسمة. هتلاقي ان بص عليهم كده او ممكن بلون مختلف عشان يبانوا. ناخد مسلا لازم الصفر. ده. اللي هو اسمه ال اي دي. والصيد اللي اسمه. اعلاقة السلوك الصفرة دي. بالخطوط السودة اللي رايحة كده. بهي الخطوط دي اللي هي ايه. الخطوط دي اللي هي ايه? اللي هو رايح من اللي هي بتاعت ده اللي احنا جايبينه من بره ده. خطوط المجنيتك فيلد راحة كده. علاقة الخطوط السودة بالخطوط الصفرة اللي هو السلكين دول. طب احنا اتفعنا المرة اللي فاتت ان لما الواير يكون عليه ماجدينك فورس واحدة لا. كان لازم الواير يبقى نورمال. كان لازم بتاعنا. ده الواير مسلا كان لازم الواير يعدي فيه ماجدينك فيه بشكل لازم يعمله مع بعض انجل كم? لازم يعمله مع بعض انجل وسيطة لما كنا بيعمل انجل كنت ناخد صنين وهكزة. فالوايرز دي فالوايرز دي دلوقتي مع لهاش اي فورس. الفورس بتاعتها بزيرو. اوكي? يبقى. وبالتالي الفورس اللي عليهم بزيرو. ولكن لو جينا بصينا على التانية. حمسح بقى الصفر ده. ونلون الاتنين التانيين اللي هو اي دي اسف اي بي. لو عملنا الزوم اين كده? ويتبصيت على الانجل اللي بين الخطوط السودة والخطوط الصفرة اللي انا رسمها دي هتلاقي ان الانجل دي يعني دي نورمال على الفيلد اه. يعني عليها مجنيتك فورس اه. يبقى اللي اتنين دول عليهم مجنيتك فورس. هم دول بس اللي عليهم مجنيتك فورس. يبقى اللي بتويد علي مجنيتك فورس هو هو وطبعا لازم يكون عشان كده حالا هنبدأ ان احنا نوصل الكويل ده بمصدر اه الكتريك كارنت كهرباء من بره هتخش مسلا من هنا طبعا ليه مش رسمها لك او ليه مش مرسومة عندك هنا علشان هتدرس ده بالتفصيل في اخر ان شاء الله. المهم ما نشغلش بالك بدا الكهرباء داخلت من اين? داخلت من اين? مشى كده ايه? ونزلة. نزلة من ده. ومشيت كده وطلعت تاني بالطريقة دي. انا عايزك بقى تمسك معي الواير اي بي. هو مش جدا دلوقتي واير كارنت? اه. هو محطوط نورمال في مجنيتك فيلد اهي الانجلا هي ناينتي. يبقى ازا الواير ده ايه? عليه ايه? عليه مجنيتك فورس تعالى بايدنا الشمال في نحدد اتجاه الفورس. المجنيتك فيلد من النورس للساوس يبقى زي ما انت شايفها مسلا بالنسبة لك اهو. ده طبعا اف فاكراك تاني ده الاف ده البي والصابع اللي في النص هي الاي. ف اف بي اي. هشاور على البي اول حاجة من النورس للساوس اهو. اه بالطريقة اللي انت شايفها انت شايف ان الكهرباء نزلة زي ما قدامك كده الكهرباء ايه? نزلة فهشاور بصابع اللي في النص التحت. فكرة قلت لك ايه? بنشاور ونتوست. نشاور ونتوست. ما تحركش ده تاني بقى خلاص. طبعا ده شاور على البي يتمصمر في مكانه كده. ميروحش بقى كده وعشان مش عشان تحاول تجيب صوعك تحت متعملش بقى كده وضغل ايه دك تاني لأ. لأ انت بتشاور على البي تثبت مكانك بقى خلاص. بس كل اللي قدامك بلوقتي لكن ايه دك ما فيهاش اي حاجة غيرناها تروتيت. مقدمش اي وابشن غيرناها تروتيت. فالكارنت فين? الكارنت والله هي بصت اه يعني ده بيشاور دلبي وده افرد الثمب هلان الثمب ايه? جاي عليك انت. يبقى الواير ده هيخرج من الورقة. لكنه جاي عليك انت على الورقة. لو انت عايز تخيلها على الحقيقة لو ده كويل مسلا. لو ده كويل. فالجزء ده هيطلع كده. هيبقى كده بيقرب منك. جاي عليك. بتعم بالمقارنة الناحية التانية هي بيعتني لجوه. تعال نجرب نمسك الواير دي سي الواير دي سي ادي البي ادي الاي يبقى الاف الفين? يبقى الاف الجوه. فطبعا هتلاقي ان لو هو قدمك كده فهو هيلف بالطريقة دي. هيلف في كده. يبدأ يلف في ده. اوكي? اللي هو بالنسبة لنا بالنسبة لنا بيلف في كده دي. يبقى بقى عندي اربعة واير اتنين منهم الفورس عليهم بزيرو. واتنين منهم الفورس عليهم لان واحد اين واحد اوت. طبيعي لان الكهرباء في الواير اي بي نزلة وفي الدي سي طلعة. وبالتالي الاف اللي على اي بي اوت او بيج والاف اللي على دي سي. الاتنين ايكوال خد بالك. لان الاتنين نفس نفس المجنبيك فيلد نفس اللينس. فخلاص الاتنين ونفس الشيطة طبعا الاتنين عليهم ماكسيموم ماكسيموم فورس. طيب. اه هحسيبه ازاي? هاخد اي فورس ما بينهم. اي فورس منهم. يا دي يا دي. وحاملها في زي ما اتفعنا. تبص كده على الرسمة تانية. ازا كان دلوقتي في فورس في المنطقة دي واتجاهها اوتو بيج. اهو هنا. وفي هنا فورس اتجاهها انتو زي بيج. المسافة اللي ما بينهم هم اللي اتنين فين? هي دي. اللي هو صدفة هنا ان هو مين? العرض بتاع الكويل. الوطف بتاع الكويل. يبقى انا هكتب او او في نورمال ديسنس. الاف هي البل اللي احنا اخدناها المرة اللي فات عادي. واللينس بتاعي هيكون الفورس اللي على الواير مسلا اي بي مسلا او دي سي. خد اللي اعجبك مش تفرق. انا هنا كاتب مسلا الايه? السي دي. السي دي اللي هو اللي على مين? مش تفرق يعني. طيب في النورمال ديسنس فين النورمال ديسنس. المسافة اللي ما بين كل واير والتاني. كل فورس والتانية. المسافة اللي بين الاتنين فورس هي عرض الكويل. الويتس هو ده. اللي هو ده. لما اعمل ده يدينا ايه? ده يدينا الاريا. فانا هشيلهم هما الاتنين واكتب مكانهم ايه? واكتب مكانهم الاريا. يبقى طيب ولو كان الكويل بتاعي معمول من يعني هو نفسه سلك ملفوف تلات اربع خمس ستة الفات فوق بعض. هحط فيبقى بيان بيان بي اي اي ان. الريونات بتاعته طبعا تقدر تجيبها من القانون يعني الفورس طبعا بتقسم الميتر. يبقى هو طيب وممكن برضو من هنا تشيل تكتب تسلا تشيل الاي تكتب امبير تشيل الاريا تكتب 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 تمام? تمام. طيب ايه كمان? انا عندي الفاي ايكوال بي اي اللي هي تسلا في متر سكوير صح كده? اشيل فاي بي اي اللي هي تسلا في متر سكوير فانا ممكن اشيل تسلا في متر سكوير دول هي دي ودي واكتب في امبير. فاكتب برضو الكلام ده عندك. واضح من القانون طبعا ان هي والبي والنمر والاريا اللي هو البيان كلها. تمام? طيب. بمجرد ما يبدأ ان الكويل يبدأ ان هو يروتيت. يبدأ يعمل يدي يليف بقى. هيبدأ يبقى فيه عندنا انجل ما بين الكويل والفيلد او نورمال الكويل والفيلد. بين الكويل والفيلد او نورمال الكويل والفيلد. فبالتالي عايزين نعمل عشان نخلي الكويل بص. دلوقتي. انا بدأت من هنا. ده المجندي كفيلد وخطوط سود رايحة كده. بدأت ان انا هرسم لك الكويل ازاي? ده سلك مربع قدامي اهو. انت مش شايف منه غير الحتة دي بس. صح? فده اللي انا هرسمه لك دلوقتي. هرسم الجزء اللي انت شايفه بعينك بس. وبترسم لك كده في الامتحان برضو عادي. فانت شايف الجزئية دي بس. تمام مش شايف طبعا كل ده? هو مش مقفه لك كده. اوقات في مساء الحقيقة لنا مرسوم كده. مربع قدامك او مستطيط. اوقات هرسمه لك كده. فالكويل بالمنظر ده. كده الكويل. طب مستر هو فين النورمال? فين النورمال? تعالا بنرسم النورمال كده. باليوم مختلف. النورمال بتاع الكويل دايما النورمال عالكويل. هكتب هنا النورمال الكويل. هو دايما النورمال. ففي الوضع ده. الي هو الجزء الكحلي ده. او الازرع. مع خصوص السودة. ليه هي هبيرك بالي. تمام? تمام. انما النورمال بتاع الكويل هو هنا عليا الكويل طبعا لانه هو نورمال نورمال للكويل وجود هنا برضو نورمال على المجن Hondiers هو دايما نورمال على الكويل. دايما عامل مع الكويل. حتى لو الكويل فيضل يروتيت بالطريقة دي ده الكويل ده النورمل لو فيضل يلف يعمل اي دايما الانجل اللي ببنيه والكويل عشان كده اسمه طب بمجرد ما يبقى فيه عندنا اتنين عليهم فورس لهم اللي كانوا الجناب دول سايدز اللي في الجناب يبدأ يعبق عليهم فورس هيبدأ الكويل ايه يلف هيبدأ الكاشكولي معايا ده يلف فلما يبدأ يلف هيعملت زاوية الشكل ده راس ما بعملت ازاي اي دي يا سي دي النورس اي دي الساوس و اي دي خطوط المجنيك فيلد من النورس للساوس و اي دي الكويل بتاعي ايه عمل انجل بقى عامل انجل انا هي انجل اللي هي مسلا وليكن اللي هي دي دي طب الانجل دي من ايه و ايه الانجل دي بين الخطوط الزرق او الخطوط السودة طب اللي هو يعني الكويل والفيلد طيب يبقى انجل انا عندي انجل بتوين الكويل والبي طب دي هاخد لها ساين ولا كوزاين هو انا عايز اعمل ايه انا عايز ارجع الكويل زي شكله الاولاني بدل ما هو اميل كده عايز انايمه تاني كده عايز اوقعه تاني وفاكر لما قلت لك شرحنا جزئية الترج في اول حسة في اه سايد هقولت لك خلاص لو انت عايز عندك مشكلة في الحوار ده لما نحب نقفل الاتنين دولار لبعض كده بناخد كوزاين اللي ما بينهم فانا الكويل والفيلد في بينهم انجل عايز اقفرهمها لبعض هاخد كوزاين اللي ما بينهم يبقى هاخد كوزاين السيتا وفي نفس ذات الوقت ها فين النورمال النورمال دايما عامل مع الكويل فقادي الكويل اهو وقادي النورمال عامل مع الكويل طبيعي طبيعي طيب الانجل بقى دي بكام تعال انا خليها بلقم مختلف عشان تبقى واضحة نخليها مسلا اورنج اللي هو ده السيتا بقى دي دي كده ما بين مين ومين ما بين الماجنيتك فيلد وبين النورمال بتاع الكويل فهنا ساعتها هناخد ايه بقى هناخد ساين يبقى الانجل لما تكون ما بين والماجنيتك فيلد ساعتها هناخد ساين سيتا تمام? يبقى لما الكويل يكون ده الوضع هنا في يبقى كويل لما يكون عامل كده عندي لما الكويل يكون عامل كده ده لما كويل يعمل كده ده ما فيش لسه نتكلم ليه ولسه نشوح ليه بالتفصيل مميل وهنشوف يوضح لنا الكلام ده طيب نرجع بقى تانية لمنزمتنا يبقى وعلى حسب بقى المسألة لما يبدأ ما بين نفسه يعني او ما بين حسب السؤال هيدا لك ازاي هتاخد ساين او كوزين? هناخد ساين امتا? هناخد لما الانجل تبقى ما بين وحناخد لما الانجل تبقى ما بين والبي. انا على مر السنين كده طلبك ان داعين بيعندهم مشكلة في الحيطة دي. حيطة الانجل. اللي انت عندك في المنحكام واحدة خمسة. خدنا واحدة في في اوله اللي هي لو انت فاكر. وده اللي بناخد وهو. وفي هنشوف اه ولسه في كمان اه سيد تانية. وحناخد الاتنين تانية او تلات تانية في اه فالفت طريقة كده او كلمة زريفة خالص تقول يعني بتحفظها وتعرفها علشان تعرف تحلي بيها الجزئية دي اللي لو انت طالب بقى المعلوم وعندك مشكلة في موضوع بقى واخد ساين ولا كوزاين واجع الدماغ ده كفاءة الفيزياء اللي واحدها مريفة. فبصة دي. هو لما يجي يقول لك هناخد كوزاين. هتتكيرها بايه? كوكورول. انا مسميها كده. الكوكورول. كوكو. لما يقول لك كويل بلين تاخد كوزاين. مش عاجبك الكوزاين خلاص لها. لما يقول لك كوكو خد ساين بس هي ليقى يعني كويل كوزاين كويل كوزاين كي? طيب لما يقول بقى نورمال. خلاص بقى بقى ساين يعني انت هتحفظ حاجة واحدة. كويل بلين ناخد معها كوزاين. كي? الكلام ده على مين? الكلام ده على التورك. احنا في التورك دلوقتي. فانا هدف ان نخلي الكويل عامل كده. عشان يبقى ماكس. اكي? خلي الكويل عامل كده مش عامل كده. خلي الكويل تزافيلد. اكي? فعشان نخلي كويل تزافيلد وهم يديني الانجل بين الكويل والفيلد ناخد كوزاين سيتا. عايز على حاجة اسمها اي موتور بيلفه بكهراته. زي المروح والغسلة مثلا. هنا اه دي الرسم اللي كانت فوق اتكلمنا بقى فيها خلاص. هنا رسمها لك يعني انت شايف ده بس. الجنب ده بس مش موقف لك بقى كده. يعني مسقدر الرسم الرقم ايه انا رسمه لك كده. بجنديك فيلد جاي كده وانجل الساوس وادية كوي له. ودول الاربع صايد. طيب انهي النورمال على الفيلد ده وده. اوكي? انما ده وده طيب خلاص اتكلمنا فيه عشان كده في فورس عالجنبين. في فورس ده لفوق. في فورس ده لتحت. طيب لما اوصل لنورمال بوزيشن. لما يبقى عامل كده بقى. نورمال. هنا بكام? هنا بزيرو. تورك بزيرو. وطبعا واضح ان الديبول هنا طبعا. وتكلمنا في الجزئية دي لانه قلت لك كافي ايدي ده? ده مسلا وده نورمال كويل. وده او خلي ده المجنيد كويلد هو ده الكويل نورمال كويلد. كده لما المجنيد كويلد يعدي كده. هو في نفس الوقت عامل ما عامين? عامل مع مين? عامل مع النورمال. طب لما انا لف ناينت بجري هيعمل كده هيبقى معي. اللي هو مرسوم لك هنا ده. طبعا مكتوب انا لسا ما تتكلمش عن المجنيد دايبول لسا تكلم عليها. وقلت لك لو قال لي ما بين النورمال والبي باخد ساين سيتا. لو كويل وفيلد باخد كوزاين سيتا. يبقى امتى امتى الكويل ماكس? امتى الكويل زيرو? الكويل ماكس في وضع واحد بس اللي هو ان الكويل يبقى عامل كده. اوكي? وده الوضع الماكس ان الكويل ممكن اوصفها بطريقة تانية. ما هو الكويل لو محطوط كده النورمال واقف هنا. طب ما هو هو عامل كده والمجنيديك فيل دي جاي من ناحية التانية ها كده الملزمة دي او الكويل مع الفيلد اهو بس في نفس الوقت عامل مع مين? مع النورمال. ايه ممكن اقول له نورمال الكويل نورمال على الفيلد. طيب امتى امتى التورك بزيرو? لو كان بقى الكويل عامل كده. لو كان الكويل عامل كده. كده التورك بكم? كده التورك بزيرو. ممكن برضه اقول له ان نورمال الكويل طيب سؤال بيقول لي التورك ده يبدأ يقل بالتدريج لغاية ما يوصل لنورمال كوزاشن. ده علشان المسافة العمودية بتبقى ماكسيمم في وضع وبتقل كل ما نوصل للنورمال وبقى ما نوصل للنورمال بتبقى زيرو. طبعا انت مش فيهم حاجة. يعني اول كنت اكلمت معاك فيها اللي هي دي. ده كان الوضع المسلا. فالمسافة العمودية ما بين الاتنين هي اكبر ما يمكن اللي هو كل ده. وكل مكان الكويل بيلف. فتبدأ المسافة دي تصغر. فبالتالي التورك بي ايه? بيصغر. وده برضو حيبان لك في فيديو اللي هنشوفه. عظيم. عندنا بقى حاجة اسمها اللي كنا تكلمنا عنها. قلت لك ان هي مجرد لنورمال عالكويل بس. يعني هو ايه هو وبيكون عامل مع الكويل وشكرا. جي بقى الوقت دلوقتي ان اكلمك عنه. ده اسمه يا سيدي اسمه ماجنيتك ماجنيتك دايبول مومنت. ايكوال كام? ايكوال ايان. ايان. الاي الكارننت هو الارية بتاعت الكويل وفي نفس الوقت ايكوال طبعا توركة عالبي. ما هو بالتوركة اصلا بيان. فلما تقسم البيان عالبي. البي تروح معالبي. فيبقى لك ايان. فهو ايكوال ايان. واضح ان الديبول معتمد على حاجات خاصة تماما بالكويل. ما هو الكارننت ده مش جوه الكويل. والارية بتاعت الكويل. والان بتاعت الكويل. فدي العوامل بتاعت الكويل. طب ايه الماجنيتك دايبول ده? هو النورمال اللي كنو نتكلم عليه. الفكتور. النورمال على الكويل. طب برضو يعني هيعبر لي عن ايه? يعني يقدر يعرفنا الكويل ده يديني توركة قد ايه? طيب لو انا حابب اعمله ديفنيشن. حابب اعمله ديفنيشن من ايه? من القانون ده كده. من احيان ده التورك عالبي. يبقى الديبول. ايكوال تورك اوفر البي. فلو انت عايز تعرف الديبول مومنت بحاول ايه? حاول ان الديبول مومنت ده هو التورك. هو الماجنيتك تورك افكتنج اكويل كارين كاريند. بليز دي انا ماجنيتك فيلد. بليز دوان بارل. امتى? لما يكون الماجنيتك فيلد ده قمته كام? وان تسلا. يبقى ايه هو الديبول? هو التورك لما يكون او البي انا عايز افهم كده يعني بالبال دي ايه هو الماجنيتك فيلد ده? الفيزيكال كوانتي اللي هتعبر لي ان الكويل ده مو كان يديني تورك اقديه. طيب. يبقى ايه هو الماجنيتك دايبول مومنت هو فيكتور امنيتك فروم النورث بول اه اف كويل بيربين دي ايه ادفانسين بتاعها ادفانسين بتاعها ادفانسين او رايت هانت يعني ايه? لو انا دلوتي عندي كويل والكويل ده الكهربا فيه مشيه ده الكويل سليكا مربع مثلا وكهربا مشيه فيه كلوك. بقولك فين دايبول مومنت? عادي جدا زي ما كنا احنا بنطبق امبير على ده صعابة عالك هي الكهربا وده هيبقى هو اللي ايه? صعابة عاملة كده هي كلوك وافرد يبقى هو يبقى بنجيبه برضو بنفس الطريقة اللي كله بنجيب بيها سواء كده او كده. طيب نقطة مهمة. هو دايبول مومنت ده بيعتمد على ايه? هل هو مع التورك? او مع البي? لا. ولا ليه اي علاقة بالتورك ولا ليه علاقة بالبي? خالص. التورك يزيد التورك يقل هو ملوش دعوة. البيت قل البيت زيد هو ملوش دعوة. ازاي مستر منتكاتب وهو ان الديبول ايكوال تورك على بي. يعني واضح ان اللي اتنين دول دايريكت واضح ان اللي اتنين دول انفرس. لا يا سيدي. الديبول ده او القانون ده ممكن نجيب منه ممكن نحسب منه الديبول انما مش ديه عليه. الفاكتورز اففكتنج على الديبول هي الحاجات اللي خاصة بالكويل. ايان اديك مثال من شابتر اللي انت بتحبه قوي. الار ايكوال رو اللي اوبر ايريا وكانك في نفس الوقت ايكوال ذي على اي. وات زا فاكتورز افتكتنج زا رزيستنس. زا 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 والتيمبريتشر اللي هي كل الحاجات اللي في القانون ده. هل كنت من ضمن العامل بتقول لي او زا او زا او زا او زا بولتج ابلات عرزيستر. لا طبعا. هم اللي همستر دكرة بنعم بايه? ده كنا ممكن نحسن منه قيمة الريزيستنس. انما ما بتقولش ان في علاقة بين الار والفي. وافكرك برضو. لما كنت جرسم علاقة بين الفي والار كان العلاقة بتبعنا كده. الفولت مالوش اي تأثير على الايه? على الريزيستنس. وكذلك لو شلت ال لو شلت الفولت وحطيت كار انت مثلا. كذلك الجراف نفس الكلام. ما فيش انما لو عكست بقى. لو رسمت الار على اكس اكسز. يعني لو عملت كده. الار ومتكذب لك هنا في اعطها بها نديركت. ده خليها بالأحمر عشان نيقومشين بالترتيب. طب والاا والاي لو عايز ارسم الاي ده هتلاقي كده. يبقى الار بتأثر على الاي والفي. انما الاي والفي ما يأثروش على الار. تمام? فنفس الكلام. الدايبول يأثر في التورك. الدايبول يتأثر بالاي والاي والان بالايان. وهو اللي بيأثر على التورك. كلما الدايبول يزيد كلما التورك يزيد. لان اصلا التورك يكوى الكام يا شباب. التورك اصلا اكوى البيان. طب احنا اتفقنا مين الايان? الايان لوحدها ده الدايبول. فالتورك هو البي في الدايبول. فكلما الدايبول مومنت يزيد التورك يزيد. انما باش لما التورك يزيد تضيبول يزيد. تفهم? تمام. وبالتالي نرجع بقى كده للملزمة تاني. اليونة طبعا من القانون امبير ميتر سكوار او نيوتن في ميتر على تيسلا اللي هو من هنا. لان الضيب التورك بنيوتن في متر والبيب التيسلا فاسم الاتنى على بعض. او طبعا اليونة التالتة بما ان هو في متر على التيسلا. انا ممكن افك التيسلا. التيسلا كانت على متر سكوير فاي على اريا. فتبقى فتحت اللي تحت بيطلع فوق. يبقى يبقى في ميتر ويطلع لها تبقى على الويبر. تمام? ده بتاعه. قلنا عادي جدا. هو كتابها في الملزمة او زركة بالك عادي. مسمية انت هتطبق ايه في الامتحان هتطبق لك اللي مين? طيب بيعتمد على ايه دايبول قلنا? الاي والاي والان. طبعا دايريكت. بتاعه بيعتمد على دايريكشن كارنت. لو كارنت يبقى هو يبقى هو يبقى هنا بفكرك الى علاقة ما بين والاي دايريكت والبي دايريكت مع الان دايريكت. كل اكلام عادي. مع ساين السيتا برسم لك بقى الحتة دي كويس قوي. مهم قوي. الديبول مع التورك نوريليشن. الديبول مع البي نوريليشن. الديبول مع السيتا. الانجل اللي بين النورمال والفيلد او اللي بين الكويل والفيلد اي انجل من الاتنين. عشان كده انا هنا يكتلك ايه? كدبها لك سيتا وسهيبها. سهيبها جنرال كده. ليه? لان مش فارق معي. انهي سيتا. هل دي السيتا اللي ما بين الكويل والفيلد ولا بالنورمال الكويل والفيلد? يعني اشتغل بالكوزاين ولا بالساين ولا دا ولا دا ما هي منيش. الديبول اصلا لا اعتمن عليها. تمام? وبالتالي لو انا بدأت من اللي نرجع بقى للتورك تاني لو انا بدأت من اللي هو الوضع ده التورك ماكس وبالتالي بيبقى لو بدأت من اللي هو دا بيبقى بزيرو فبيبقى زي ما احنا عارفين. تعال نشوف الفيديو ونرجع نكمل. هنا عندي كويل متوصل بباتري زي ما انت شايف تحت كده. الجزء الدهب اللي عامل زي دول ملاكش ده بي. انت كده ملافت شابتر سرين شوالله. وادي الكويل وحنمشي جواك اهربة. فنبدأ ان احنا وتبعا الخطوط البنفسيج اللي رايحة كده دي كلها البي. وكتبك عليها اهو. مام? تعال نبدأ من البارل البوزيشن الاول. يلا. يلا بينا. ده البارل البوزيشن. ده الوضع البارل اللي هو. الكويل بقى عملت قولك كده من الكارتون. عشان ايه طرف تتخيل الموضوع. ده هو سلك مربع. سلك مربع. والتبع من جوة. اوكي? والكهرابة بتدخل من ناحية. وبتمشي في الكويل ده. وتخرج من الناحية التانية. اوكي? ففي كم سايد? في اربعة واحد واتنين تلات اربعة. في ان المجنيتك فيلد نفترض ده المجنيتك فيلد ساهم جاي كده. فانا دلوقتي حظت الكويل بالمنظر ده. يبقى زي ما الفيديو بدأ من انا هبدأ بال اللي هو عامل ازاي اللي هو عامل كده? من الجانب باش انت شوفوا اهو. اوكي? هبدأ كده. انك شايف الجزء ده بس. ده الكارنت اي ساهم ازرق كده ده الكارنت. وده المجنيتك فيل ده البي. فهو جاي كده. طب هو عامل كان مع السايد ده. ها. ده نعمل تلك كده. عامل صح? الزاوية دي كده اللي هنا دي. يبقى هو نورمال عالصايد ده ولا? نورمال عالصايد ده. طب ولما يكمل كده مش برضو هيعمل مع الصايد ده. صح? يبقى هو نورمال على الاتنين صايد. اللي هو الصايد ده اللي انت مش شايفه اللي هو ده. ونورمال عالصايد ده اللي انت برضو مش شايفه اللي هو ده. يبقى الاتنين دول. اللي هنا واللي هنا. اوكي? اللي هو في الرسمة قدامك. اللي هو على الرسمة اللي ورايه هو ما يرسم لك اتنين لونهم اصفر وكتاب لك عليهم اف ابتدى يظهر عليهم السلكين بقى دول ابتدى يظهر عليهم طب وبعدين هيحصل ايه? هيبدأ ان الكويل ده طالما كان في فورس هنا لفوق وفي فورس هنا لتحت يبدأ الكويل ده يلف كده. يبدأ الكويل ده. تمام? تمام. يبدأ يلف كلك. تعال بقى نشوف بيحصل ايه? كل ما انا اتحرك في ده. خد بالك وانا في ده او انا في كده المجنيك فيلد او هنا لفوق وهنا بتكون لتحت. المسافة اللي ما بينهم لو انت جيت بس عملت خط هنا كده وخط هنا زي ما كنت عملت شوية المسافة اللي ما بينهم هي عرض الكويل اللي هو كل ده. تمام? بص بيحصل لها ايه? كل ما نتحرك او هتحرك اول ما اتحركت اللي هو ان الكويل ده لف خلاص بقى عامل كده. المجنيك فيلد ما زال جاي من هنا. طب هو عامل انجل كام مع الصايد ده مع الانجل ده الواحده كده مع الصايد ده الواحده عامل طب هو مع ده اللي هنا برضو عامل طب مع اللي فوق ده برضو عامل واللي تحت برضو عامل بيطاهم بيه يبقى انا عبقى عندي ايه? بقى عندي الاربعة صايد دلوقتي عليهم كل واحد فيهم عليه بل في الاول خد بلك لما كنا عاملين كده لما كنت انا معليش تانين لما كنت انا اللي هنا واللي هنا ما كانش عليهم ده وده بس اللي كان عليهم وعلشان كده طيب دلوقتي انا في الوضع ده والمجنيد كفيل ده جاي كده ده وده 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 بقى عليهم طب ايه بقى اللي يحصل بص كده في الفيديو كويس تلاقي الاربعة صايد عليهم ولكن كل اتنين قصات بعض لو انت لماح هتلاقي ان كل اتنين قصات بعض وطبعا ايكل لان هما الاتنين نفس الواير نفس الكرنت نفس الايه نفس المجنيد كفيل نفس البل واهم النقطة اللي انت بتنساه وما بتقولهاش ليهم نفس خط العمل القوة ليهم نفس شغالين على نفس الطريق نفس الحارة بس عكس بعض فاي اللي يحصل يلغو بعض بص يحصل حالا حالا ايه اللي حصل كل الفورسز اتشالت فالتوركي هنا بزيروا ليه مع ان فيه الوايرس بتاعتي نورمل اه اصلا كل واير منهم افكتت باي فورس ايكول و اوبوزت للصايد اللي قصاده واللي اتنين ليهم نفس فابيلغو بعض يبقى كل صايد اللي فوقه اللي تحت عليهم فورس ايكول اوبوزت هاف سين الايفاكشن اللي في الجنب ده والجنب ده ايكول و اوبوزت هاف سين الايفاكشن فبيكانسل اتش اذر بمجرد ما يلف تاني كده يكمل دوران يبدأوا ايه يتوجدوا تاني ويبدأ ان هو يلف لغايتنا يوصل للبارالبوزيشن عايز عينك كده على الاتنين التانين بص كده عايز عينك على دول دولت عينك عليهم الاول كده اللي هو الجنب ده والجنب ده اللي انا بدأ بيهم حالا نسن نرجع هورا كده اللي انا بدأ بيهم دلقتي اللي انا بدأ بيهم دلقتي طول السهم هيعبر عن قيمة الفورس طول السهم. لو زادت يبقى الفورس زادت. لو قال يبقى الفورس قالت. اينك عليه كده? الاتنين دول قدامك دول اينك عليهم. حصل لهم حاجة? لا. ده معنى ايه? ده معنى ايه? ان دايما دايما يبقى دايما ده ده دايما عليهم ايه? دايما عليهم ماكسيمام فورس ايكوال بال. يبقى لما يبقى كده? عندي ده وعندي كمان فالاتنين دول عليهم حتى لو لف كده عمل زاوية. برضو الاتنين دول عليهم عينك بقى على الاتنين التانيين. عينك على الاتنين التانيين اللي هم دلوقتي معلهمش فورس. هيبدأ عشان هم بطبعا بمجرد ما شغل بقى عليهم فورس. اختفت ترجع تاني تقل بص بحصل اللينز بتاعها يبدأ يزيد 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 عشان هم هنا في الوضع النورمل فده وضع فكلهم عليهم فورس. انما اللي تنل في الجنب دول اللي هو على الحقيقة لو هنا كده هتكلم على ده وده. ده وده هتلاقي ان الفورس عليهم. بتزيد وبتقل. بيتأثر بالسيتا. انما اللي اتنين اللي في الجنب ما بتأثرش بالسيتا. حواري الجرافات توضح ده. اتمنى كده تكون فهمتي مني جزئية التورك. كده ما فضلكش غير حاجة واحدة انت لسه مش واخد بالك منها اللي هي او المسافة اللي ما بين كل اتنين فورس. بص كده برضو نكمل الفيديو مع بعض. هيبدأ ان هو يجيب لي عشان ابدأ اشوف بعيني اهو بص كده. تعالوا نروح شايف المسافة اللي بين السهم والسهم السهم الاصفر للفوق والسهم الاصفر التاني للتحت مسافة كبيرة جدا. اللي هي هتكون مثلا ده الكويل اهو سهم هنا الفوق وسهم هنا التحت. المسافة اللي ما بينهم هي عرض الكويل. دي عايزك تلاحظ المسافة دي. كل ما الكويل يروتيت المسافة دي بحسب الله ايه بص يا تبدأ المسافة دي تقل تقل جدا لغاية ما اللي اتنين هيبقوا على نفس فيكنسله بعض. وتبدأ المسافة دي احصل لها ايه? تزيد تاني. وتبقى هنا. المسافة هنا اكبر ما ممكن. عشان هنا الترك كده اكبر ما ممكن. خلاص? انما كل ما تحرك بتقيه? بتقل. فكل ما الترك يقل. طبعا دي اللحظة دي بالزبط بكام? بزيرو لان اصلا اللي اتنين شغلين على نفس وبالتالي بزيرو عشان كده برضو الترك بزيرو. تعال برضو نوضح اكتر فكرة اه اه دلوقتي الواير ده اهو. الاصفر ده. فيه فورس هنا. اسمها اف. وفي فورس تحت هنا هنا كاي? اسمها اف. المسافة لو انت كملت خط كده لو وخط كده المسافة دي اللي باللحمر اللي انا برسمها دي. هنا بتكون اكبر ممكن. اكبر ممكنة. اللي هي عرض الكويل اصلا. اوكي? طب لما يبدأ يلف بقى. بص الرسمة اللي بعدها. اه. تعالي نكمل كده. اه دي الخط بتاعي بتاعي. اه دي بتاعي اهو. خط ده. وادي بتاعي الخط ده. اه. حصل ايه للمسافة دي? زادت ولا قلت? المسافة دي. طبعا نسميها دي تو. يبقى الاولانية. هي اسمها ايه? دي ون وهنا اسمها دي تو. اللي رسمات تقريبا كلها قد بعض فانت لازمت قبلك ان المسافة فعلا بتقلم على الوقت. مش الرسمة اللي بتصغر لا المسافة فعلا بتقل. طيب لما ابدأ ان انا اهو. تعالي نشوف. يلا. ادي دي ركشن. ادي خط العمل بتاعي. بتاعي. وادي بتاعي. فالفورس حصلها ايه? قالت اكتر. يبقى في الاول كانت كبيرة جدا كده. ثم قالت شوية. ثم قالت شوية. ولغاية ما وصل للنورمال بقى. اصلا هنا في فورس الفوق وهنا اصلا في فورس التحت فالاتنين على نفس الخط فما بقاش فيه اصلا اي نورمال دستنس. بقاش فيه اي مسافة مدائمة بينه. وده اللي كان نقصده لما قلنا هنا ان التورك. التورك بيكون ماكس في حالة وزيرو في حالة النورمال ده علشان في حالة النورمال اكبر ممكن وفي حالة النورمال بزيرو مش موجود. وطبعا كل ما تروح للنورمال كل ما تبدأ انها تقل لغاية ما تبقى زيرو. تعالي نشوف كده اسئلة على الجزئية دي بيقول لي هنا محطوط في مجنينك فيلد قيمة عليه تاو. طبيعي لان التورك هنا طبعا ماكس مامل لانه. طيب. عايز تاو على الاتنين. تعالي نشوف الاختيارات. طبعا ده وضع الزيرو. غلط ان هو يكون واقف كده. هو يجب كده ويبقى افه لك كده. يبقى ده المجنينك فيلد. اهو. واده كويل بلسمه لك فيبقى ده الوضع لايه? الزيرو لان كده كويل عامل مع الفيلد. فتركب زيرو. طيب هنا مديني الانجل من الكويل والفيلد. الكويل والفيلد الكويل والفيلد. فانا عايز ياخد كوزين كوزين كام يديني هاف شمان هاف يا مستر ما هو قالك انا عايزها هاف هاف تاول. فكوزين كام بها طبعا كوزين سكستي. السؤال اللي بعد بيقول لي الكويل اللي قدامنا ده من البارل البوزيشن. ابتداد من البارل اللي هو من اللزرق. ابتداد يبدأ يلف منين من اللزرق. ده اللي بداية بتاعتنا. ولف يعني كان كده. وعمل كده. اي سؤالك يعمل حاج ده? قال لي انا عايز ما بين الفورس اللي على السيجمنت او كيو. فين السيجمنت او كيو? اللي هو السايد اللي هناك ده. اللي هو بقى كده هيبقى واقف كده. اللي هو على الحقيقة ده او كيو او اللي هو السايد ده. السايد دي اللي بعيد خالص ده. وانا في وضع والفورس جاية كده. والله احنا الاتنين اصلا ايه? مع بعض. السايد ده والمجنيتك فيلد. الاتنين دول مع بعض. فالفورس اصلا بزيرو. صح? يبقى ده معلوش حاجة زيما فانا في بداية كلمنا. ده وده مش بيكون عليهم حاجة. فالفورس بزيرو. طب ولما ابدأ الف ساعدها المجنيتك فيلد جاي كده. صح? فبيعمل الانجل كامعة ده? بيعمل فيبدأ ده يبقى عليه فورس. زي ما شوفنا على فيديو انا مشت. فانا هبدأ بجراف بادئ من زيرو ووصل لحد يبقى جراف اي. نفس السؤال تاني وبيسأل بقى على او بي. فين انا انا بدأت من الاول بدأت برضو من البرل. فين اللي هو ده اللي انا هلونا بتلاحمر حالا. اللي هو الجنب اللي على الشمال. اللي هو لو هنشوفه على الحقيقة كده يبقى الجنب ده. ده. طب المجنيتك فيلد هو جاي كده. المجنيتك فيلد هو جاي كده. هو النورمال على السايد ده. والنورمال على السايد ده. صح? زي ما شوفنا على الفيديو. دوت ودوت. ماكس. فهو انا في وضع انا ماكس. طب ولما انا ما زلت ماكس فاكلا في الفيديو لما ترطي منك عينك تبقى على الجنبين اللي في الجنب دول كان دايما وبالتالي ما بتتغيرش مع سيتا فهتبقى طيب هنا بيقول لي علاقة ما بين الطيب يبقى حشتغل بالكوزاين عشان كده دا كوزاين كيرف عند النقطة اي وعند النقطة سي طيب وانا عند النقطة اي واضح ان التورك بكام بزيرو يبقى يبقى عند النقطة اي طيب وعند النقطة سي عند نقطة سي بس في يبقى معناه ان الكويل طيب عايز قيمة عند النقطة اي وعند النقطة سي والله عند النقطة ايه التورك قيمته زيرو مفيش حاجة وعند النقطة سي قيمته بيان اللي هي ماكس او هنقول يعني ماكس عشان في طيب لو من الزيرو يبقى الانجل اللي ما بين الدايبول والبي بكام مسترنا طيبتي اشتريت الدايبول دي ما هو قلنا هو هو الدايبول مش دلقناه يبقى الانجل تبقى بين النورمال والبي كام طبعا او عايز عايز اصلا اللي هي الماكس سين سيتا فهشيل الماكس مع الماكس واعمل شفت سين على الكالكوليتور يطلع معايا كام طيب لو لو هو ايه اصلا دي ده ده وضع ان انا بقى عامل كده حلف تلاتين يعني هعمل كده حيبا فيه انجل سيرتي بين الكويل والمجنيدك فيلد اللي هو السامة ده المحشورة بينهم دي دي هي الحتة دي كده الانجل دي بكام ساعتها قريب من التورك كام خلاص يبقى التورك ايكوال بيان كوزاين سيرتي مسترش ما هشترعت بكوزاين عشان الانجل ما بين الكويل والفيلد هتبقى سيرتي طيب كوزاين سيرتي عالك الكريتر. روت سريع على التو. يبقى حيبي ايكوال روت سريع على التو ما هو بيان دي اللي هو يعني اخد بالك ممكن نكتب القنون كده بدل ما اكتبه بيان سيتا او كوزاين سيتا انا ممكن اكتبه سيتا او كوزاين سيتا هنبدأ البورت الجاي نشوف على المكنيك تورك اللي هو بداية الدفايس داخر بورت في شابتر تو